بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام الإمام جعبر الصادق عليه السلام حول العفو قال عليه السلام العفو عند القدرة من سنن المرسلين وأسرار المتقين وتفسير العفو ألا تلسم صاحبك فيما أجرم ظاهرا وتنسى من الأصل ما أصيب منه باطنا وتزيد على الاختيارات أحسانا ولن تجد إلى ذلك سبيلا إلا من قد عفى الله تعالى عنه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عنه وزينه بكرامته وألبسه من نور بهائه لأن العفو والغفران سفتان من صفات الله تعالى أو دعهما في أسرار أصفيائه ليتخلقوا مع الخلق بأخلاق خالقهم وجاعلهم لذلك قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ومن لا يعفو عن بشر مثله كيف يرجو عفو ملك جبار قال النبي صلى الله عليه وآله حاكيا عن ربه يأمره بهذه الخصال قال سل من قطعك واعف عن من ظلمك واعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وقد أمرنا بمتابعته لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالعفو سر الله في القلوب قلوب خواسطه ممن يسر له سره وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم أن يكونك أبي ضمضم قيل يا رسول الله وما أبو ضمضم قال صلى الله عليه وآله رجل ممن قبلكم كان إذا أصبح يقول اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس عامة اللهم إني قد تصدقت بعرضي اللهم إني قد تصدقت بعرضي اللهم إني قد تصدقت بعرضي